الاهلي هيلعب ازاي بكرة بقى تشكيلة النادي الاهلي المتوقع لمباراة ريال مدريد كيف سيلعب النادي الاهلي امام ريال مدريد التشكيلة اللي غالبا استقر عليها مارس الكولر لهذه المواجهة تعالوا نشوف محمد الشناوي في حراسة مرمى النادي الاهلي محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المالي معالم معلول خط دفاع معتاد سلاسي وسط ملعب ايضا معتاد حمدي فتحي وقاليو جانج وعمر السلية اما السلاسي الهجومي فيعود حسين الشحات للتشكيلة الاسية ويدخل بيرسي تاو كمهاجم وطاهر محمد طاهر في الجناح الايصر للتشكيلة اللي تقريبا بنسبة 95% استقر عليها مارس الكولر المدير الفني للنادي الاهلي قد يحدث تغيير قد يحدث تغيير ويدخل محمد مجدي افشا في التشكيلة بدلا من حسين الشحات للتغيير الوحيد اللي ممكن يطرق على هذه التشكيلة محمد مجدي افشا بدلا من حسين الشحات وان كنت ارى ان التشكيل ده الاقرب وان كنت ارى ان التشكيل ده الامثل لا اسباب كثيرة قاطر دفاع وسلسل وسط خلاص ادوارهم كلها معروفة ومحفوظة وما فيهمش تغيير حسين الشحات مع ادواره الهجومية له ادوار دفاعية وواجه ريال مدريد قبل كده في كأس العام الاندية لما كان بيلعب في العين فله هذه الخبرات فده او دي اهمية حسين الشحات طاهر محمد طاهر ادواره التكتيكية في الملعب مش طبعية في النواحي الدفاعية والنواحي الهجومية بيرسي تاو بنزع اوروبية راجل له خبرات في الدول الانجليزي فبرضو مواجهة زي مواجهة ريال مدريد ما يبقاش فيها قلق او فيها توطر ويعرف يتعامل مع هذه المباراة بجانب ان الفينش بتاعه جيد جدا او جيد الى حد كبير فالانصاف الفرص اللي هيخدها النادي الاهلي من هذه المواجهة مواجهة ريال مدريد محتاجة اللي يخلص ودي نقطة مهمة يا جماعة واتمنى مرسق واكيد مرسق قرب بتكلم فيها كتير انه مواجهة ريال مدريد الاهلي مش هيجيله عشر فرص فيسجل هدف مواجهة ريال مدريد الاهلي يجيله فرصة اتنين يسجل منهم مش هيجيلك فرص كثيرة قدام ريال مدريد فالفرصة عزيزة اوي الفرصة مفيهاش هزار الفرصة فيها تركيز وان شاء الله ان شاء الله الاهلي يعمل